يعود إلينا حول هذه التفاصيل في بيروت جورجي شهين الكاتب والباحث السياسي بعد تحيي لك سيدي ما حدث اليوم من ضربة من الاحتلال الإسرائيلي على مبنى قيل أنه يتواجد فيه قيادي في حزب الله هل ترى أن تاريخ هذا اليوم وهذه الضربة سوف يكون لحظة مفصلية وفارقة في هذا الصراع وهذا التصعيد المستمر؟ أول شي صباح الخير وشكرا على الاستضافة خلينا نكون واضحين ما حصل اليوم كان متوقعا وهو أمر إذا عدنا إلى مجموعة المواصفات التي أعطيت للضربة الإسرائيلية أنضينا يومين أو ثلاثة أيام منذ عملية القصف التي استهدفت مجد الشمس ونحن نتحدث عن عملية إسرائيلية مؤلمة دقيقة موجعة ولا تقود إلى حرب هذه المواصفات الأربعة لا يمكن أن تطبق إلا إذا استهدفت أحد القياديين العسكريين في حزب الله أو على مستوى المسؤولين الفلسطينيين في لبناء هذه العملية لها ما يبردها ولذلك هناك تصنيف خاص برزة منذ عشرة أشهر منذ بداية عملية التواصل الأقصى وما ربقها من حروب واضح أن العمليات الأمنية خارج قواعد الاشتباك خلينا نعود شوي لبعض التفاصيل يقال أن قواعد الاشتباك إذا تجاوزت القزائف خمسة كيلومترات أو سبعة كيلومترات في العمق اللبناني أو في عمق فلسطين المحتلة قد نقول أن هناك خروجا على قواعد الاشتباك ولكن عندما يتصل الأمر باغتيال مسؤول أو اغتيال عسكري له ما يبرره رأينا العملية العسكرية تجري في شمال لبنان في عكار في البقاء الشمالي في البقاء الغربي داخل الأراضي السورية في منطقة القفائر على بعد ميتي وسبعين كيلومتر من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لذلك سقطت كل المحاذير المحاذير بشأن العملية عندما تستهدف قياديا خلينا تذكر اغتيال نائب رئيس حركة حماس أو نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العروري في قلب الضاعية الجنوبية أما ليان فقد اغتياله إن انتهت الرواية لو تزدتها من مقتلة حزب الله لم يؤكد حتى هذه اللحظات بأن فؤاد شكر قد قتل أو قد استشهد طب يعني إذن برأيك عند خروج ما حدث عن قواعد الاشتباك هل برأيك سيد جورج هناك قواعد اشتباك محددة متعارف عليها بحيث أن لا يتجوزه أي من الطرفين عزيزي في العلم العسكري كله ما تشي اسمه قواعد اشتباك نحن نعيز باطرة غير موجودة بالعلم العسكري اسأل أي خبير عسكري أنا لست خبيراً عسكرياً اسأل أي خبير عسكري ليس هناك قواعد اشتباك عندما يكون هناك حرب بين دولتين أو حتى بين جيش وميليشيا أو بين أي قوتين ليس هناك شيء اسمه قواعد اشتباك إنما إذا عدنا إلى تفاهمات قديمة راعتها الولايات المتحدة الأمريكية أو راعتها الأمم المتحدة منذ تفاهم بسلام بحرب نيسان 1996 قيل يوم أن هناك قواعد اشتباك مدني مقابل مدني إذا الإسرائيلي أصف مطار نقصف له مطار إذا قتل مدنياً نقتد إذا قصف مناطق مهجورة نقصف مناطق مهجورة يعني صار في شيء مثل منطق لا يفهمه العسكر العادي إنما أنا بسميها لغة مشتركة إسرائيلي لا يفهمها سوى الإسرائيليون وعزب الله لكن عندما وقد أثبتت التجارب منذ 7 أكتوبر حتى اليوم أثبتت التجارب بأن عملية الإغتيال الأمني أو الإغتيال قادة أمنيين يعني حتى اليوم إن انتهت العملية بإغتيال المستشار العسكري في حزب الله وعضو المجلس الجهادي ويقال بأنه الرجل الثاني في حزب الله إن لم يكن الأول على المستوى العسكري أو الميداني إذا صح واغديل لذلك تأخذ العمليات الإسرائيلية ما يبررها عندما تستهدف قائداً عسكرياً إنما إذا نجا أثبت عزب الله بأفض ضربة استهدفت مدنيين يعني هناك ثلاثة شهداء قبل قليل أعلن نحن استشاهد طفلتين خمس سنوات وعشر سنوات شقيقتين وأمرأة إذا ثابت أغتيال فؤر شكر سيكون للعملية ببرر وساعة تسقط محاذير أن العملية جرت في قلب الضعية الجنوبية أو جرت في قلب بيروت بالتأكيد عزيزي نحن مواسقون نحن كصحفيون ومتابعون نحن لا ليس لدينا بأن هناك أي ضمانة أميركية أو أوروبية أو في أي طرف دوري قال للبنان أن بيروت محصنة أو الضعية الجنوبية محصنة أو أي منطقة في لبنان محصنة لكن قيل بحسب المعادلة أو كمان ما يسمى بقواني اجتباك إذا قصفه مطار سيخصف حزب الله مطار إذا قصفه مدينة سيخصف حزب الله مدينة لكن عندما يتعلق الأمر باغتيال مسؤول عسكري فهو شهيد منذ لحظات انتسابه أو منذ لحظات قيامه بها لسين العملية العسكرية فهو شهيد مثل ما نقوله على لائحة شهداء لذلك تكون العملية مبررة لذلك أعتقد أنا إذا انتهت العملية باغتيال لا أرى أفقا يؤدي إلى حرب لنعود وعندها يمكن أن تصدق المعادلة التي قيلت أنها عملية موجعة طلط أكد أعلى مسؤول بحزب الله ماذا ترى في موقف الولايات المتحدة الأمريكية مما حدث لأن وزير الدفاع الأمريكي أوستن مثلا سيجور يتحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون إلى جانب إسرائيل أو في حماية أمن إسرائيل كما هو معروف طبعا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أو البيت الأبيض يتحدث على أنه لا يريد المزيد من التصعيد أو أنه لا يرى أن هناك حتمية في استمرار الحرب ما بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله فكيف يعني ترى هذا التناقض في هذا الكلام ليس هناك من تناقض عزيزي أنا أرغب بقراءتي بشكل إيجابي عندما تحدثت الولايات المتحدة من يومين عن هذه المعادلة التي أشرت إليها أنا بالبداية هناك يومين أو ثلاثة أيام من المفاوضات قام بها أوقشتاين الموفد الرئاسي إلى لبنان وزير الدفاع وزير الخارجية الأتصالات التي جرت مع المسؤولين اللبنانيين أو يقال أنه لا بد مرات لكنه سيكون محدود ودقيق ولن يؤتي إلى حرب شاملة إذا انطبقت هذه المواصفات على عمليات الطاعية الجنوبية أنا أؤكد لك بأنها لن تقود إلى حرب لذلك أنا اليوم طرحت بما قالت بجريدة الجمهورية سؤال أنه هناك اليوم مسابقة دولية كيف يمكن أن تختار عملية مؤلمة وموجعة ودقيقة وهذه الخطورة ولا تؤدي إلى حرب سؤال محير يعني معادة لمحيرة لذلك أنا حتى هذه اللازمة ما زلت على قناعة بأن العالم وإنتعم إسرائيل نتيجة رفضها لما جرى في مجد الشامس علما أن شهداء مجد الشامس ليسوا إسرائيليين إنهم هم سوريون وعرب ولا علاقة لهم بإسرائيل ورفضوا لهوية إسرائيلية أرغب بأن أعطي توصيف هناك غضب إسرائيلي اصطناعي غضب اصطناعي نتيجة عملية مجد الشامس لست مقتنعا بأن إسرائيل تريد السأر لأبناء مجد الشامس وخصوصا أنها ترفض التحقيق الذي طلب به لبنان والاتحاد الأوروبي لبنان طلب من القوات الأندوم مراقبة الأمم المتحدة التحقيق في مصدر هذا الصاروخ الذي أصاب مجد الشامس هل يعقل أن يكون صاروخ منه عفلك ولم يحدث حفرة في ذلك الملعب يمكن أن نطبقها طابة ببينبون يعني هناك غموط جدا في هذه العملية سوف نرى التداعيات في ما حدث في هذا التصعيد لكن أشكرك إلى الآن حول هذه التفاصيل كنت معنا فيها مباشرة من بيروت جورج شاهين الكاتب والباحث السياسي